ازاي تمول مشروعك؟ ازاي تمول شركتك؟ انت اكيد هتحتاج شروحات فن 101 مادة المالية انا معاك ما تقلقش وما تشيلش هم دكتور حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنشرح النهاردة في مادة فاينانس 101 chapter 15 how firms raise capital ازاي المؤسسات بتقدر تزود وتجهز وتعمل رأس المال بتاعها عندنا learning objective بتاعنا في الشابتر ده بتكون من كذا نقطة النقطة الاولى ازاي explain what is meant by bootstrapping when raising seed financing and why bootstrapping is important هنتكلم هنا عندي موضوع bootstrapping اللي هو التمهيد او بداية عمل الشركة وعب بداية تجهيز رأس المال وازاي بنعمل seed financing seed يعني بزور financing التمويل ليقصد هنا البدايات اللي ببدأ اعمل بها عملية التمويل للمشروع بتاعي او البزنس بتاعي learning objective وهدف التعلم اللي بعد كده رقم 2 هنتكلم على describe the role of venturi capitalist in the economy and discuss how they reduce the risk when investing in start-up businesses عايزين نوصف الدور اللي بيعملوا رجال الأعمال الرأس الماليين في الاقتصاد وهالناقش هم ازاي بيحاولوا يقللوا المخطرة اللي بياخدوها لما بيقوموا بعملية استثمار في مشروع بيبدأوا فيه او بيبدأوا في مشروع جديد هنتكلم في هدف التعلم التالت discuss the advantage and disadvantage of going public and compute the net proceeds from IPO ودي نقطة مهمة جدا هنشرح ونتناقش في العيوب والمميزات اللي أنا أبدأ في عملية اللي هو بنسميها تأميم يعني تبقى الشركات الخاصة تتحول إلى الحكومة أو للسلطات نسميها going public وتبقى ملك للشعب وعايزين نحسب compute the net proceed العوائد الصفية من عملية IPO أو initial public offering أو عملية طرح الشركات للجمهور والشعب هنتكلم في هذا في التعلم الرابع عن explain why when underwriting new security offering investment banker prefer that the security be underpriced compute the total cost of an IPO هنبدأ نشرح ليه لما بيحصل عملية اكتتاب لأزون خزانة أو سندات مطلحها للجمهور بيفضل اللي هم المستثمرين investment bankers أو البنوك اللي بتستثمر في أزون الخزانة وفي السندات ليه تفضل تكون الأزون الخزانة والسندات دي قيمتها أقل من المعلن ليه عشان يقدر يكسبوا الحق أربع ثم هنكمبيوت total cost of an IPO وعايزين نحسب التكلفة الإجمالية أو الكاملة لعملية initial public offering أو من الطرح الشركات الخاصة للجمهور والناس هنتكلم في هدف التعلم الخامس discuss the cost of bringing a general cash offer to market هنناقش إيه هي التكاليف اللي أنا بجيب general cash أو يعني سيولة خلاص ويعني offer يعني عرضي لسيولة للسوء يعني أنا دلوقتي عايزة سيل جزء من الشركة بتاعتي عشان أحسد الديون أو أكبر المشروع إزاي بنعمل الطريقة هدف التعلم السادس هنexplain why a firm has access to public market might elect to raise money through a private placement هنشرح لبعض المؤسسات بتحاول يكون ليه عندها قدرة للدخول في الأسواق يعني للجمهور والشعب والاكتاب العام ممكن ليه تفضل ليه تجيب فلوس to raise money أو تجيب فلوس عن طريق ال private placement اللي هتعمل عملية خاص خاصة أو تبيع جزء من الشركة للقطاع الخاص هنتكلم على هدف التعلم اللي بعد كده اللي هو الهدف التعلم السابع review some advantage of borrowing from a commercial bank rather than selling security in financial markets and discuss bank return loans هنبدأ نراجع إيه هي المميزات اللي أنا أستلف من البنوك التجارية أفضل من اللي أنا أبيع أزول خزانة أو سندات في الأسواق المالية وهنشرح إيه هي الشروط البنكية لأخذ القروض تمام؟ طبعاً التشابتر ده هنلاقي اللي عدد صفحاته كبير جداً فيه عن كلم الأول عن موضوع الbootstrapping وأنواع التجيز التمويل للشركات ولكن أنا هفضل في آخر سري شابترز اللي احنا نقرأ المادة العلمية المقترحة اللي في آخر الشابتر مختصرة وبنهتم بيها أكتر في الامتحانات وده رأي الشخصية فهنخش هنا نبدأ نركز من أول الجزئية اللي موجودة في بايج 24 يعني دي طريقة مختلفة ومقترحة عشان نفهم المادة العلمية للشابتر ده لأن الشابتر فيه كلام كتير جداً ممكن يعملك عملية تشتب فأنا عايزك تركز على أسئلة كويس جداً لدي بتيجي في الفاينل ونفهم الجزئية أول باراجراف عندي بيكلمني على نقطة مهمة جداً This chapter is about how firm raise capital so that they can acquire the productive assets needed to grow and remain profitable بنشرح في الفاصل ده إزاي المؤسسات بتقدر تكبر رأس المال وتكترو بحيث تقدر عندها القدرة لاكتساب يبقى عندها أصول إنتاجية أو معدات أو ماكينات اللي هي محتاجها عشان تقدر تكبر وتتقدم وتريمين profitable وتظل عندها قدرة على تحقيق المكسب كمؤسسة إنتاجية أو مشروع مشروع إنتاجي أو مشروع شركة عامة The chapter began by examining how many new business acquired their first equity funding through bootstrapping الفاصل ده بيشرح وبيختبر إزاي المشاريع المختلفة بتقدر تكتسب الإكوتي أو الرأس المال والمشاركة في رأس المال عن طريق التمويل البوتstrapping أو التمهيد لتجهيز رأس المال And the role venturi capitalist ونشرح دور رجال الأعمال الرأس الماليين أو الأعمال الرأس المالية بتلعب دور providing equity to help firm get started لما يد المؤسسات مساهمات في رأس المال ومشاركات في رأس المال عشان تقدر تبدأ Once a firm is successfully launched لما المؤسسة بنجاح تقدر تبدأ The venturi capitalist job is done they exist the same يعني بيقول لك مجرد أن المؤسسة خلاص نجحت وانطلقت رجال الأعمال الرأس الماليين أو venturi capitalist دورهم بيمتهي وبيخرجوا من المشهد يعني هم مجرد بيبدأوا المشروع وبيحقوا مكسب وبيخرج من المشهد At this juncture management في طريقة الإدارة اللي هي متدخلة دي has a number of other funding options في أنواع واختيارات متاحة للتمويل مختلفة We discuss those options in the remainder of the chapter هنبدأ نشرح ونتناقش في هذه الاختيارات أو الحاجات المتاحة في بقية الفصل هنتكلم دلوقتي على جزئية تانية In the chapter next explain إيش الفصل ده بتاعنا في المادة العلمية هتشرح في مرحلة لاحقة How firms sold their first issue of common stock in public market and the role of investment bank in completing these sales هنشرح إزاي المؤسسات ببيع في الطرح الأول للأسهم العادية للجمهور أو لأسواق الشعب أو الجمهور ودور البنوك الاستثمارية في تكملة هذه المبيعات للسندات والأسهم العادية للجمهور First time equity sales are known as initial public offering بنسمي إن عملية الطرح لرأس المال ومشاركات في الشركة اللي هو طرح السندات والأسهم للعامة بنسميها initial public offering أو IPO اللي هو الانيشال public offering أو عمليات التقديم أو العروض المبدئية للجمهور The role that private market play in funding business firms and the factor that manager consider when deciding between a public and a private market sale are then discussed بنقول إن الدور اللي بتلعبه الأسواق الخاصة دي بتلعب دور في تمويل المشاريع للمؤسسات وإيه هي العوامل اللي بتخلي المديرين يحطوا في الاعتبار لما يبدأ ياخد اختيار ما بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة في عملية مبيعات الأسهم لتجهيز رأس المال اللي احنا محتاجينه وهنشرح الكلام ده بالتفصيل The chapter closes with a discussion of importance commercial bank in providing short term and intermediate term financing والفصل ده بيختتم معنا بمنقشة أهمية البنوك الاستثمارية في عملية دعم منا أو الدعم أو بتمد بعمليات التمويل قصيرة الأجل أو الأجل الآني الانترميديت الأجل المتوسط أو الانتقالي بعد كده This chapter may be introduced May be introduced right after the fundamental finance concept have been covered الفصل ده طبعا تم تقديمه مباشرة ما بعد اتكلمنا عن المفاهيم التمويل الأساسية ويغطنوها في الشابتر It allows students to get a firm grasp of how firm can raise long term capital in both public and private markets طبعا المصل ده بيزود الطلبة لمادة المالية إزاي المؤسسات بتقدر تنمي ويتجهز الرأس المال على المدى البعيد عن طريقة الأسواق الخاصة والأسواق المالية الخاصة والليه عن طريق الشركات الخاصة وعن طريق طرح الأسهم للجمهور While finance majors will receive more in-depth coverage in upper level courses ولكن المواضيع الأساسية في علوم المالية هتم تغطيطها في الكورسز والمواد العلمية في المستويات اللاحقة إن شاء الله المتقدمة والأعلى هنتكلم برضو هنا اللي بعد كده أنا هيكون عندي القدرة في المستويات الأعلى في علوم المالية اللاحنا نفهم In non-finance, a business student will benefit from the coverage of these topics in the basic finance course في الأمور الغير مالية دايماً الطالبة اللي بتدرس المشاريع والأعمال لازم تستفيد كويس جداً من اللاحنا نفهم للمادة العلمية في هذا الفصل طيب هنبدأ نتكلم على summary of learning objectives هنعملها كسؤال كأو جواب ودي نقطة مهمة جداً الصفحات دي معنا أول حاجة في ملخص أهداف التعلم أول سؤال عندي وده بيجي دائماً في الفاينل Explain what is meant by bootstrapping when raising seed financing and why bootstrapping is important هنشرح موضوع bootstrapping with seed financing تمام ودي مهمة جداً اللي مقصود بالbootstrapping ودي عايزين نركز جداً جداً فيها يا جماعة الخير أول حاجة البوتstrapping is a process by which many entrepreneurs raise seed money and obtain other resources necessary to start new business البوتstrapping أو التمهيد ده هي عملية بيقوم بها رجال الأعمال عشان يقدر يكتر ويريز ويكبر الأموال أو بزور الأموال أو الأموال المبدئية القليلة عشان يقدر يبقى عنده موارد محتاجها عشان يقدر يبدأ المشروع السيد money دي السيد money عندي أو اللي هي التمويل البزور هو سيد يعني بزور ولكن مش مصوب بها مصوب بها أموال ولكن كميتها قليلة شوية بيقولك أن السيد money دي هي often comes from entrepreneur saving and credit card and from family and friends بيقولك أن الأموال البسيطة دي بتيجي تقريباً من التحوشات أو الفلوس اللي محوشها رجل الأعمال أو من الكريدت كارد عن طريق بيستلف أموال بالكريدت كارد بكروت الاقتمان أو من الأصدقاء ومن العائلة عشان يبدأ المشروع bootstrapping is important because business starts up are a significant factor in determining and sustaining long-term economic growth in economy طب ليه التمويل التمهيدي ده مهم جداً مهم جداً لأنني ببدأ بي المشاريع وبيكون هام جداً وعامل هام جداً في تحديد استمرارية على المدى البعيد التقدم والنمو الاقتصادي للاقتصاد لأنني لازم يكون عندي أموال أبدأ بي هالمشاريع وطبعاً بالتأكيد في بعض الحكومات المحلية والحكومات على مستوى الفيدرالي بيكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية بيبدأ بيستثمر بصفق بقوة كبيرة جداً إزاي تمويل مشروعك؟ إزاي تمويل شركتك؟ إنت أكيد هتحتاج شروحات فن 101 مادة المالية أنا معاك ما تقلقش وما تشيلش هم دكتور حسين